هل بالفعل في حاجة اسمها كده اكتئاب الفصول؟ الحقيقة اه في حاجة اسمها اكتئاب الفصول وفي حاجة تانية اسمها التغيرات المزاجية المصاحبة لتغير الفصول المهم او ينفرق بينهم عشان مش كل واحد يتخيل ان عنده مرض او عنده حاجة زي كده الاكتئاب ده مرض مرض ببعنى انه بيشمع حالة مزاجية سيئة جدا قلم نفسي شديد جدا مصاحب بافكار سودوية تسيطر على تفكير الانسان وتجعل الانسان غير قادر على الحياة بمعنى ايه لا يستطيع القيام بعمله لا يستطيع القيام بأدوره في الحياة بل يصل في بعض الاحوال لدرجة الشدة انه لا يتحرك من سريره ده مرض بينما كلنا بيجي لنا مشاعر حزن ومشاعر خنقة ومشاعر ضيق تسمى خطأا بالاكتئاب ولكنها عبارة عن مشاعر سلبية فقط بتتغير مع تغير الزمن والمكان بمعنى اخر احنا زي ما ضغط دمنا بيتغير مع تغير اليوم وتغير الساعات وتغير الظروف حالتنا المزاجية بتتغير برضو يوميا الصبح غير بالضخر لما قابل حد غير لما قابل حد ده ليس اكتئابا هذي مشاعر ضيق وخنقة وحزن زي ما قلنا في الاول الاكتئاب ضمرت هل بعض الناس مع تغير الفصول بيكونوا معرضين لتغيرات مزاجية احنا عارفين ان الناس كتير في الاعم وليس دائما مع دخول فصل الخريف والشتاء بيصابوا بحالة من الشجن والحزن حتى كان دايما الاغاني الحزينة والاشعار الحزينة بتطلع في هذا الوقت بينما مع دخول الربيع والصيف يبدأ النشاط والمرحة حتى دايما ايه الدنيا ربيعي دايما حاجات ايه مفرحة وانشاطا زيادة ولكن بعض الناس بالعكس مع دخول الربيع والصيف حالتهم نزغية تسوبة ومع دخول الشتاء بتلاقيهم ايه بقوا اكثر سعادة واكثر تقبلنا للحياة ففي ناس شتويين وناس صيفيين اكثر طب مرض الاكتئاب الناس اللي عندهم مرض الاكتئاب هل تغير الفصول بيجعلهم اكثر عرضة لازدياد حدة المرض او لو كانوا خفوا انه ينتكسوا مرة ثانية اه تغير التوقيت وتغير ساعات التعرض لضوء النهار والشمس في الناس اللي عندهم عرضة لمرض الاكتئاب ده بيزود فعلا حدوث الاكتئاب